اللي حصل في المسيحية حصل شيء قريب منه في الإسلام تم اختطى في الإسلام طبعا في اللحظات السيئة من تاريخ الإسلام والمسلمين هذه الأصوات سبحان الله ترتفع الأصوات الاختزارية الابتسارية اللي بتخلي الإسلام دين عنف ودين قتال ودين كراهية وبغضاء ترتفع ليش دائما هي علامة على يعيش على الضعف فهمتوا علي من ناحية سيكولوجية بحث معروف من ناحية سيكولوجية الشخص لما يكون فاقد التخاف في نفسه انت على فكرة هل بتخاف من الشخص القوي دلوقتي تستفزه ولماذا الشخص الجمان الضعيف الجمان الضعيف ليش طيب لأنه العنف أكثر شيء يبعث ويحرض ويطلقوا الخوف صح اللي بعتدي ويذبح وقت لأنه خايف مزبوط خايف نحن نشوف الشرطة بالاستقرب الشرطة المطلوب مثلا زي الكوبرا والسوات ولكذا يخبضوا يأتيوا على مطعم في مئات الناس عشرة الناس وفي مجدد ومجرميين ما بقتلوا الناس مضخوا صح وهذاك بتلاقي مع رشاش ومضخوا ومرات بقلوا حي وثقين من تدريبهم وكفاءتهم ولياقاتهم صحيح ما بينهم ما عندهم مش خطر موت انه ممكن تموت في لحظة أنا ما عندوش بخلاف الجبان هذا الحامل بالرشاش بقبط بقبط في الناس وميخذ مدنيين رهائن أي شيء لو مرقت له يا رجل بضخة مباشرة يا رجل التقلع بضخة بخاف من كل حاجة كذلك الأمم العقلية الجامعية لما تكون الأمم ليس واثقة من نفسها في حال الضعف في حال التردي بتخاف من كل شيء هذا حرام الفن حرام الرسم حرام السينما حرام الترجم حرام الفلسف حرام المنطق حرام عدن إبراهيم حرام كله حرام 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 ضحف ضحف عدم ثقة أمة مش واثقة في حالها بخلاف الأمة ومتنة مش استثناء لما كانت في لحظات قوتها وعنفوانها أعربت وتكشفت عن أكبر قدر من ماذا من التسامح والتعايش وقبول آخر ولا عندهم أي مشكلة تتخيل زمان ذكرت أنا رواية وذكرها أي معظم مورخين من أواخرهم الذهبي حتى في تاريخ الإسلام ذكرها وذكرها ناس قبل بقية السنين فضل الله وأعتقد أبو الفرج ذكرها في الأغاني كمان واحد يقول أنا حضرت مجلسا حدثوا عنه مرضو قريبا هذا في البصرة يضم سبعة وذكرهم بالأسماء وهمهم الخير بنحمد فراهيدي سني عالم وهمهم الشاعر إيش حميري والشيعي ومنهم ابل الحلال الصابقي ومنهم واحد الزرد عبد نار من واحد يهودي من واحد مسيح من واحد وحقوارجي صفري من أسها الخوارجي الصعي الثصفري شي غريب كان سبعة يجلسون في مسجد في مسجد واحد عبد نار مع يهودي مع مسيح مع زنديق واحد زنديق يمكن ابل عبد القدوس كان في المسجد يجلسون قال لك إخوة لم يرى مثلهم إيش الحب البين هم إيش الود ملحد زنديق على يهودي مع مسيح مع خارجي مع شيعي مع سني قاعدين كلهم بتناقش وقال لي في مسائل العلم والدي والحضارة بكل أريحية وهدوء ولا بتنتفخ الأوداج ولا يبن كذا في كذا أبداً أبداً ولا جبول الشرطة أبداً احكي اللي عندك بحك اللي عندي يقول أقول ولا حاج ليش طيب؟ لأنه كانوا في ذرة شرطة خيبنا أحد فراهيدي في ذرة الحضارة لسا يدوب الحضارة بدأت تترعرع في ثقة أم عندها ثقة بنفسها بفكرها بدينها بكتابة صح؟ اليوم لا كله سكر 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 حرام 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 ونحن نقول ضد منطق الوصاية في ناس حتى مفهمش إيش يعني المدلول القانوني لمنطق الوصاية بتعرف تشير إيش إيش الوصي يعني؟ يعني هو شخص قاسر صح؟ يكون علي وسائل أنه قاسر لا يملك أنه إيش؟ يستخدم لياقاته العقلية في التصرف في ماله وأملاكه قاسر فأنتم بأي تحرم علينا؟ ممنوع تقرأ هيك وحرام كذا وممنوع تذكره هيك وبعني ما نابل ممنوع تذكره إلا كذا كذا فأنتم بتستخدوه تعبرونه ماذا؟ قاسرين كأن أطفالا قصرا وأنتم ما شاء الله الراشدون انتهي زمانكم بالصحيح أنتم واهمون أنتم واهمون ونهمين في العسل أنتم القصرة عندكم خصور عن إدراك حتى إيش التحديات عن إدراك ما يحصل أنا مرة زمانة أجتني واحد من التلفزيون الألماني كنت أدرس في الإيربي أنا أيامها الأكاديمية الإسلامية هذه وجاني التلفزيون الألماني قال اسمعنا أنك أنت إيش؟ يعني فلسطين ومن أهل غزة تملع أنا فلسطين ومن أهل غزة قالت للسيدة والله أخبرتكم لها عدة مرات هل هذا ما تفعلونه شيء طبيعي؟ وتفعله فعال غير طبيعية بالمرة وكذا تلها لحظة ممكن تسمع جوابي تتفضل واختنعت وحياتني مباشرة ونبردها اختلفة تتم اللقاء بعد ذلك بسلاسة وتعاطف قالت له كل ما حصل ببساطة نحن مباشر نحن ليس جاي من المريخ أو من المشتر نحن مباشر وضحنا في وروف غير طبيعية بالمرة كيف يطلب منها لتصرب طبيعية؟ قال لي صحب أخنات مباشرة اعترفت تعجبني هذا في كثير من غربيين عندما تجيب المنطق القوي الواضح كان جواب بليغ جوابي ولكن حاسم نحن بشر نحن بشر نحن نشر ثلث عيون وعشر عياتي وبشر نحن ليس على فريدها ولكن وضعنا في ظروف غير طبيعية عندما تضع أنت الدجاجة حتى في ظرف غير طبيعي تتحول لنمر صغير صح ولا حط القط أنت القط القط كان وديع الغلبان هذا حطه في غرفة وفي ظروف إجهازية كيف يقولون وشوف تتحول الأسد ممكن يقتل لك وفي ناس قتلوا من القطط ما رأيكم ضربوا عدة ضربات كذا باستمرار نزف المسكين مات دخلوا عليك الميت القط قتله لأنه حطوا في ظرف إجهاز يريد أن يخلص عليك قالوا خلاص تخلص علي حرج على أصلي أنا أصلي جمال من النمور من الطائفة النمورية حرج على أصلي قال له وأنا صغير قتل الرجل هو هذا فإحنا بشر يا سيدي حطتونا في ظروف غير طبيعية بالمرة خنقتمونا تماما فطبعا خذوا من التصرفات مجنونة ما يتصرفات نذيلة ولا حلوة وكذا بس تصرفات غير طبيعية ردا على ظروف غير طبيعية اقتنحت مباشرة والله العظيم كانت منصفة وعاقلة وبث هذا أيما في التلفزر الألماني وحلو هذا يغيظ أعداءك كذا بس هذا الحقيقة لا هو بديك متهم دائما ومدام ومدموق تحت كل الظروف ومعنتك كيف الحقيقة تبرر نفسك تبرر أي فعل لك تلين تكون مدموق وخلاص تسكت لا في ناس عندها عقل في ناس عندها عقل العقل لا يمكن الوصاية عليه انتبه والله العظيم ولا يمكن قمعه أكثر شيء لا يمكن قمعه العقل أشرا ياك ترجمة نانسي قنقر